موسيقى وقبل من نبدأ في الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وما تنسوش تدعمونا بلايك حتى نستمر في نشر المزيد ان شاء الله تباركة عنه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم احبتي من جديد ما زلنا مع قناة تفسير الاحلام مع اخيكم اسماعيل الكعبيري الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ولاه ايها الاخوة الكرام ما زل الكلام قائم عن موضوع من اخطر الموضوعات وهو الكلام عن سحر لا سيما اذا كان السحر بين الزوجين هارضا نتكلم عن موضوع مهم بعنوان تعرف على سحر التفريق في البداية كيف اعرف ان هذا سحر التفريق ومقصود به السحر بيني وبين زوجتي او لو الكلام بالنسبة للزوجة بينها وبين زوجها في بعض النقاط لو وجدها الانسان في شريك حياته فليعلم انه قد دبر لشريك حياته سحر بالتفريق بالمناسبة السحر الوحيد اللي ربنا سبحانه وتعالى زكره في القرآن الكريم صراحة فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه تمام فكيف اعرف انني قد دبر لي سحر اه تفريق اول حاجة رؤية شريك الحياة في صورة قبيحة صورة انت اول مرة تشوف عليها قد تكون هذه الصورة صورة لحيوان وغالبا صورة قرد من الممكن ان اشعر بان الطرف الاخر رائحته كريهة سواء الزوج او الزوجة برغم ان الشخص هو في حد ذاته نظيف لكن الذي دبر له سحر يرى شريك حياته رائحته كريهة تخرج منه رائحة كريهة ربما يحدث الشجار على اتفهل اسباب وعدم تقبل اي كلمة من الطرف الاخر سحر تفريق من الممكن انه لا يجد الرجل المتزوج متع في العلاقة الحميمية كما كانت قبل ذلك والمرأة المتزوجة ايضا الذي يدبر له السحر هو الذي لا يشعر بالمتعة الطرف الاخر عادي ده شيء مهم جدا الشعور بالراحة الطرف اللي هو مقصود به السحر يشعر براحة طول ما هو خارج البيت مش المقصود ان المرأة تشعر براحة ان هي خارج البيت لا تشعر براحة لما زوجها يخرج يبقى مين اللي معموله سحر الزوجة طب الزوج يشعر بالراحة طول ما هو برا البيت وتبدأ الخنقة وضيق في التنفس حينما يدخل البيت احيانا الطرف اللي هو مقصود بسحر التفريق دائما تراويده فكرة الطلاق والخلاص الطلاق اهم شيء الطلاق فيه الراحة الفكرة دائما في رأسه الالحاح الداخلي بالخلاص عموما من الطرف الاخر ايا كانت بطلاق او بغير طلاق كل ده بينتج عنه انطفاء مشاعر الحب والمودة بينهما كل هذه العلامات لو توفرت في شخص فهنا يعلم بانه قد دبر له سحر او يعلم ان الطرف الاخر شريك حياته هو الذي دبر له سحر طب العلاج العلاج ما ينفعش في فيديوهات عشان نبقى فاهمين وسحر التفريق بالذات لازم معالج السحر اللي ممكن تاخد بالعلاج من خلال مواقع التواصل الاجتماعي سواء مثلا فيديو على فيس او فيديو على قناة يوتيوب العلاج المرشوش ده ممكن اخد بالعلاج تابعه خلاص انما سحر التفريق سحر المأكل والمشروب سحر تعطيل الزواج لبنت العزباء ده لازم معالج قولا واحدا فابحث عن معالج حتى يكتب الله تبارك وتعالى على يديه الشفاء وتعود الحياة كما كانت تظهرنا في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته